رجعنا لحضرتكم مرة تانية من بعد الفصل ولسه مستمرين معكم في تخطية تفصيلية للعملية العسكرية الموسعة الروسية ضد أوكرانيا الرئيس الأوكراني فلولدمار زيلنسكي عمل خطاب في فيديو تم بثه على حساب الرئاسة الأوكرانية وقال فيه أن كييف تركت وحدها في مواجهة الجيش الروسي ولا أحد مستعد للقتال مع أوكرانيا وقال كمان أنه هيظل في العاصمة كييف ولن يخرج منها هو أو عائلته وأن في 137 مواطن قتلوا و316 أخرين أصيبوا في المعارك وفي الخطاب ده أعلن التعبئة العسكرية العامة للخضعين للتجنيد العسكري ولجنود الإحتياط لكنه قال أن القرار ده يطبق في غضون 90 يوم في كل المناطق الأوكرانية